واحد من النجوم اللي فرضى نفسها والنهاردة انا عايز اقول كلمة لزيزو يا سلام لو نفضل كده على طول على جمالك وعلى روحك وعلى اللفت الرائعة اللي عملتها النهاردة زيزو نجم مصر ونادي الزمالك النهاردة بعد ما طهر جاب الجول بصوا عمل ايه على انستجرام بصوا الناس لما بتعمل حاجة كويسة لازم ان احنا نسقف ما هو ده ده منتخبنا هنقعد نقلبها اهلي وزمالك في منتخبنا نقلبها في اهلي وزمالك في حاجة حلوة في حاجة جميلة زي اللي عملها زيزو يعني انا انا هقوله شكرا يا زيزو بس انا شايف ان ده حاجة طبيعية ده في الامور اللي هي الطبيعية برضه لكن لما بنوصل لمرحلة التعصب والخناء والسوشيال ميديا وده زمالكاوي وده اهلاوي لا بتبقى حاجة حلوة ومنورة قوي فتحيات الزيزو على اللفتة الرائعة اللي عملها الطاهر النهاردة اللي فعلا الطاهر النهاردة بيسجل هدف حلو كابتن حسام النهاردة ميديله برحته ميديله النهاردة الوقت الكافي لانه فعلا يستحق ده طاهر محمد طاهر وزي ما قلت لحضراتك قبل كده ان فعلا اللعيب لما بيلاقي في نديه اهتمام وبيلاقي مدرب شايف في حاجة ومدرب بيحاول يخرجه من كبوة طاهر كان رايح زد كان خلاص تقريبا ماشي رايح زد يعني اشياء ربنا انه ياخد ويلعب ويكتهد ويتقلق مع النادي الاهلي ويروح منتخب مصر وفي اول مرة ينضم مع كابتن حسام بيسجل هدف النهاردة وده اول هدف ليه يعني شيء رائع جدا شيء مميز جدا وان شاء الله يكمل على هذا المستوى في النادي الاهلي وفي منتخب مصر